هنروح للستوديو الأخبار عشان نتابع مع حضراتكم أهم وآخر الأخبار مع زميلة ولاء غانم صباح الخير يا ولاء صباح الخير يا فاتن شكرا أهلا بكم مشاهدين الكرام مجزون إخباري جديد دعا رئيس عبدالفتاح السيسي القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة مؤكدا أهمية إيصال كل المساعدات الإنسانية للمواطنين بالقطاع كما أكد السيد الرئيس أن القاهرة تبذل جهودا كبيرة من أجل تثبيت التهدئة والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأضاف كذلك ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية أشدد الرئيس على تمسك مصر بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت وإنهاء الانقسام الفلسطيني موضحا الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته يواصل زعيم المعارضة الإسرائيلية الوسطية إير لابيد واليمني المتطرف نفتالي بنيت مفاوضات حول شروط تشكيل اتلاف حكومي وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بحلول منتصف ليل غد وخلال مؤتمر صحفي أوضح لابيد أن الكثير من العقبات لا تزال قائمة أمام تشكيل اتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء بن يمين نتنياهو المستمر في المنصب منذ 12 عاما فبعد انتخابات رابعة في غضون أقل من سنتين لم تفضي إلى نتائج حاسمة كل فالابيد بتشكيل الحكومة وزادت فرص نجاحه في هذا المسعى غداة إعلان نفتالي بنيت قبوله المشاركة في حكومة وحدة وطنية أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تفسر سبب وجود آثار لليورانيوم بعدد من المواقع غير المعلن عنها وأن مخزون اليورانيوم ضعيف التخصيب بات يتجاوز 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع عام 2015 هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران والقوى الستة الكبرى حققت تقدما ملحوظا في محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 غير أن الخارجية الإيرانية أشارت إلى وجود قضايا أساسية لا زالت بحاجة إلى حل وتتفاوض إيران والقوى الستة الكبرى في فيينا منذ أبريل الماضي في محاولة لتحديد خطوات ينبغي أن تتخذها طهران وواشنطن بشأن الأنشطة النووية والعقوبات للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي فرض حلف شمال الأطلسي قيودا على دخول دبلوماسيين من بيلاروسيا إلى مقره وهي إحدى الدول الأعضاء في مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية يجيء ذلك في إطار معاقبة بيلاروسيا بسبب تحويلها مسار طائرة مدنية أوروبية لتوقيف اثنين كانا على متنها تشمل القيود على الدخول التي اتخذها حلف شمال الأطلسي خمسة دبلوماسيين بينهم سفير بيلاروسيا لدى الحلف ولكن سيسمح لهم بدخول مقر التحالف بصفة زوار بعد حصولهم على تصاريح على أن تتم مرافقتهم خلال تحركاتهم بالمقر من جهتهم رحب الحلفاء بالعقوبات وأدانوا بشدة انتهاك القواعد الدولية والاعتداء على حرية التعبير من قبل بيلاروسيا مطالبين بالإفراج الفوري عن الموقوفين أعلنت وزارة الصحة تسجيل تسعمائة وأربع وثمانين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل تسع وأربعين حالة وفاة وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معذية قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تادرس أدهنوم أن المنظمة تواجه تحديا خطيرا للحفاظ على استجابتها في مواجهة وباء كورونا عند مستواها الحالي وأضاف تادرس في ختام أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف أن منظمة الصحة لا يمكن أن تكون أقوى بدون تمويل مستدام كجزء من عملية التحول الجارية مطالبا بسد النقص الكبير في خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية للمنظمة في مواجهة الوباء وذلك بالتمويل المرن لسرعة الوصول إلى لقاحات وعلاجات وأدوات تشخيص وضمان وصولها بشكل منصف للجميع من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية أن الانخفاض في عمليات تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركة جونسون أن جونسون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو مجرد أمر مؤقت ولا يزال من المقرر أن تفي الشركة بعقدها فيما يتعلق بإجمالي الجرعات التي ينبغي تسليمها قبل حلول نهاية العام وقال متحدث باسم المفوضية أنه تم إبلاغ الدول الأعضاء بحدوث تأخيرات معينة فيما يتعلق بتسليم جرعات جونسون أن جونسون وذلك بعد أن أعربت الدول عن قلقها كانت المفاوضية الأوروبية قد أجرت مفاوضات مع الشركة في أكتوبر بشأن عقد للحصول على 200 مليون جرعة بدأ تسليمها اعتبارا من مارس الماضي رأس الساعة يتجدد اللقاء إلى اللقاء شكرا